قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر إن رئيس الوزراء شريف إسماعيل أصدر قرارا بتعين منزوبة رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمستشار محمد عبد الوهاب نائبا للرئيس التنفيذي للهيئة والتقت الوزيرة صباح اليوم بالرئيس التنفيذي للهيئة ونائبه حيث وجهت الوزيرة بضرورة استكمال تطوير مركز خدمة المستثمرين والعمل على تسهيل كافة الإجراءات للمستثمرين وممثلي الشركات واستكمال الإطار التشريعي في تحسين بيئة الاستثمار والإسرع في تنفيذ خطة تطوير المناطق الحرة